دشنا اتلاف الاتلاف اليمنى للتعليم للجميع بمدرية الدار السعد بالعاصمة المأقة عدن فعليات اسبوع العمل العالمي للتعليم وذلك بتنظيم الحلقة النقاشية بعنوان إشكالية تمويل التعليم في اليمن وضرورة إسقاط الديول لصالح التعليم تأتي هذه الحلقة التي شارك فيها عدد من التربويين من مدراء المدارس والمعلمين وناشطين منظمات المجتمع المدني في إطار جهود مناصرة قضاء التعليم في بلادنا التي يقوم بها الاتلاف اليمنى للتعليم للجميع وفي الحلقة النقاشية تم استعراض ومناقشة ثلاثة أوراق عمل هذا وتم الاستماع إلى عدد من المداخلات تطرقت جميعها إلى موضوع تمويل التعليم في اليمن واقعه وتحدياته والمعالجات المقترحة وفي نهاية الورشة تم التوصل إلى جملة من التوصيات العاجلة التي تلخصت بإضرارة وقف الحرب وصناعة السلام وإعادة الإعمار والاستثمار في العنصر البشري عن طريق التعليم والتدريب ترجمة نانسي قنقر